اهلا بكم طالبات وطالبات الصف الثالث اللي ابتدائي مدرسة المنتزة الخاصة وبالتحديد اه جريد سري استبهد يونت سيكس بنبدأ اول حاجة في اليونت اه ببعض الاجزامبلز اللي بتوضح لي الاجزامبلز اللي اشتغلنا عليها قبل كده وقلنا طبعا ان الاجزامبلز بمعنى صفات الملكية كل دمير اه لي الاجزامبلز الصفة بتاعته سي مثلا لو انا بتكلم عن نفسي فهقول ماي بوك كتابي ماي بوك كتابي طب لو قدامي صاحبي ولد فاقول هز بوك كتابه هز بوك كتابه طيب لو بتكلم عن بنت زملتي مثلا فالبنت شي بتاخد هير ماقولش شي بوك غلط مفيش حاجة اسمها شي بوك هي كتاب لا هير بوك كتابه لو انا عندي مثلا كات او دج كلب فيبقى الدمير بتاعها لو مسلا هتطلاقي اكله يبقى اتس فود واخد بالي اتس هنا من غير من غير الابوستروف يبقى هنا دي حاجة تانية غير ات ايز التانية ات ايز لكن هنا اتس فود نلاحظ الفرق ده كويس الفرق ما بين اتس اللي هي معناه ات ايز وبين اتس فود يعني الملكية لغير العاقل فيبقى في رقم او اتس فود بمعنى طعمها لغير العاقل اللي بعدها يور بوك كتابك يور بوك كتابك لما يجي اكلم حد وي بقوله انت فده كتابك انت يور بوك طبعا اللي بعدها اور بوك اور بوك بستخدمها بمعنى كتابنا لما اتكلم عننا احنا وي فالوي ضمير صفتي الملكية هي اور بوك فيبقى كتابنا اخر حاجة لو انا بتكلم عن مجموعة فالمجموعة دي هم فبقول عليهم ذير بوك او ذير بوكس لازم اضف لها اس هي ذير بوكس يبقى كتبهم يبقى نعيد تاني ماي بوك كتابي هز بوك كتابه هير بوك كتابها اتس فود طعمها لغير العاقل يور بوك كتابك اور بوك كتابنا اه وذير بوكس بمعنى كتبهم تمام هنبدأ الاكسرسايز النهاردة اولاد مع سؤال انصر number one are these your skirts طبعا زي ما احنا عارفين يا ولاد ان الار بنجاوب عنها بyes او no هو طالب هنا مني اني اتجاوب به بno are these your shirts are these your shirts تمام هنجاوب بالno طبعا انا عندي are these لازم بعمل cross ما بين الار وما بين these طيب mister انا هنا عندي تحويلة ممكن اعملها ان these ما كتبهاش في الاجابة ما كتبهاش في الانصر طيب احول these الى they احول these الى they فتبقى no they aren't no they aren't جبت الار وحطيت النط في الاخر فتبقى no they aren't number two is she a nurse is she a nurse مطالب اني اجاوب بyes is she a nurse طبعا هننزل او حبدالاجابة بyes واعمل cross وابدل ما بين ال is و is she طبعا هتبقى yes she is yes she is وزي ما احنا عارفين يا اولاد ان yes مش بيجي معه not انا بحط not في الاخر مع انه بس فتبقى yes she is سؤال اللي بعض اولاد ريال رينج number one are these what are these what فتبقى what are these what are these what are these يبقى خد بالك ده سؤال عن الجامة يعني مثلا لو قدامي بولز كرات فانا بقول what are these وخد بالك ان ديس ليل كريب ديس ديس ليل كريب دوس ليلبيد يبقى ديس ليل كريب دوس ليلبيد يبقى ديس ليل كريب دوس ليلبيد يبقى number one what are these number two mother is my housewife يبقى نقول my mother is a housewife my mother is a housewife يعني ممتي ربط منزل my mother my mother is a housewife number three your is hat it is it your hat is it your hat is it your hat يعني هل هزيه الهات او الكباة بتاعتك is it your hat يبقى number one what are these my mother is a housewife is it a hat او is it your hat is it a hat هل هزيه كباة لكن لو قلت is it your hat بمعنى هل هزيه كباة عندنا السؤال لبعضوا يولاد finish بنكمل بhands our love hands our love number one we always help هنختار our father on the farm we always help نحن دائما نساعد our father والدنا on the farm number two wash اخسل wash your hands wash your hands before and after meals يعني اخسل ايديك قبلوا بعد الوجابات number three we love نحن نحب we love our school we love our school سؤال البعض correct طبعا i is playing football طبعا i مش بتاخد is بتاخد am لاتيبع i am في verb to be وهنا عندي present continuous المدارة المستمر بتكوى من am is is are plus ing يبع i am playing football number two i love our mother يبع i love my mother i love my mother number three your samira your samira this is my book طبعا هنصلح الخطأ في my فتبقى your samira this is your book اوكي حبيت في نهاية الفيديو يا ولاد اجيب لك سؤال بتاخده بتفكر فيه واتمنى اشوف الاجابات بتاعتكم في والو في اي حاجة مش واضحة في الفيديو او محتاج اعادة او محتاج اي سؤال ياريت تسيبلي ده في الكمنز اشوفكم في فيديو جديد شكرا لكم